اشتركوا في القناة مش عارف تروح يمين ولا شمال مش عارف تتكلم في اللي الناس بتقوله وللناس حساء وللناس غضبانة منه بقالها يومين وتحديداً من بعد مباراة نيجيريا ولا تقول النهاردة مباراة مهمة نقف وندعم منتخب مصر في مشواره في بطولة أفريقي على كل أحوال طبعاً مطشو مصر غينية بيساوي هو الحاضر وهو الحدث الأهم النهاردة هتكلم عليه اللي بالتأكيد متفقين عليه وما بقاش فيه خلاف ومن ردود الأفعال اللي تبعتها بعد مطشو مصر الأولاني قدام نيجيريا أنه الراجل بيعوك يعني خلاص ما فيش حد في مصر مختلف على ده الراجل بيعوك الراجل بيقلف كورة الراجل بيجرب حاجات ما كانش حد ممكن يتوقع أنها ممكن تحصل في بطولة بحجم بطولة أمم أفريقيا ممكن تقول بيغامر ممكن تقول بيجازف ممكن تقول أنه لو نجح في أنه يكسب مثلاً مطش نيجيريا كانت الناس هتقول عليه عبقاري لكن ما فيش خلاف خلينا يبقى متفقين أنه ما فيش خلاف أنه أي مدرب حط اسم أي مدرب مصري لو كان عمل اللي عمله كارلوس كيروش في مطش نيجيريا كان صدر على مشواره حكم الإعدام ما كانش لمسها مرة تانية زي ما بيقول وماعتقدش ماعتقدش أنه إحنا وده الحقيقة معلومة مش وجهة نظر أنه معظم أو كل يعني إنجاز التعبير الجهاز المعاون رفض تماماً كل اللي الراجل بيعمله لكن الراجل في النهاية هو صاحب القرار الأول والأخير والراجل في النهاية هو المسؤول الأول عن المنتخب وبالتالي هو إلى حد كبير عنيد وإلى حد كبير ديكتاتور فضطر أو فرض ده على الجهاز وعلى اللاعبين اللي ما أقدرش كمان وأنا ببتدي حلقة النهاردة أقول أن هم يتحملوا جزء كبير من المسؤولية منتخب مصر في مباراة نيجيريا اللي كنا بنقول عليها لو تفتكروا نتمنى أنها تكون الخصم اللي هيواجهنا أو المنافس اللي هيواجهنا في تصفيات كاس العالم بشكل يعني يقول أن إحنا طمعانين في نيجيريا أو أنه نيجيريا هي المنتخب الأسهل من ضمن الخمسة الكبار وأنه فرصنا في التقاهل لكاس العالم على حساب نيجيريا فرص كبيرة جداً ظهرت نيجيريا قدامنا وظهر منتخب مصر مش في حجمه الحقيقي المنتخب اللي احنا شفناه مش حجمه الحقيقي ومش إمكانيات لعبتنا قول زي ما أنت عايز سقول أداء سيء لا ظهرنا دفاعياً ولا ظهرنا هجومياً ولا كان لنا شكل ولا طعم ولا لون ولا ريحة في المباراة ده شيء محد الشيء ده يتكلم فيه لكن مش ده منتخب مصر ومش ده إمكانيات منتخب مصر ومش ده إمكانيات ولدنا وهنا أنا بحملهم جزء كبير من المسؤولية الحقيقة في الشكل اللي ظهر عليه المنتخب لا روح ولا جدية ولا تركيز ولا التزام آه كيروش ملخبط آه كيروش يعني مخترع طريقة جديدة ومغير في أماكن اللعيبة ومختار تشكيل مش سليم وعمل تغييرات كل ده أنا متفق ما حضراتكم عليه لكن الرجال اللي جوا الملعب ما طلعوش وما قدموش حاجة تقول إنه ده إداء يا ليق بتيشرت منتخب مصر نتمنى الصورة تتغير وإن كان النهاردة اللقاء خادع يعني أنا يعني مش عايزكم يعني أعتقد إنه مصر غينيا بيساو إحنا مش محتاجين أي 11 من مصر هيلعبوا غينيا بيساو متوقع طبعا إنه هم يكسبوا مش عايز حضراتكم تبنوا على النتيجة بشكل كبير جدا النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكسب إن شاء الله ومفترض كمان نكسب مكسب كبير يعوضنا إلى حد ما عن العرض الأول ويرجع علينا شوية ثقاتنا بنفسنا لإن إحنا كجمهور لو بتكلم كجمهور يعني إحنا فقدنا جزء كبير جدا من ثقاتنا في المنتخب في مباراة نيجيري نتمنى أن نستعيد جزء من الثقة دي ويبقى اللي جاي إن شاء الله أفضل ترجمة نانسي قنقر